نقل تهيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية تقديراتها بانتهاء العملية العسكرية في رفح خلال أسبوعين بعد إجلاء معظم المدنيين المصادر رجحت أن المستوى السياسي سيقرر بعد انتهاء عملية رفح ما إذا كانت جبهة القتال في غزة هي الرئيسية أم الجبهة مع لبنان ونقل تهيئة البث عن مسؤول سياسي قوله إن أي جهة لن تقبل دخول قطاع غزة ما لم يتم القضاء على حماس المصادر الأمنية أكدت أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة على محورين تسريم وثلادلفي ومعبر رفح بعد انتهاء العمليات العسكرية المصادر أذيا على محورينه المصادر أخذك المصادر أخذك يامنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور عامر معنا دائما على شاشة الحدث الى اي مدى فعلا اسرائيل تنوي انهاء هذه العمليات العسكرية في رفح خلال اسبوعين يعني هو اسرائيل تدريجيا منذ ان وصلت الى نقطة معركة رفح بانها كسرت كل التبهات وذهبت الى فكرة السيطرة على المعبر ومن ثم التمدد باتجاه محور فلاد الفيا كامل هذا يعني ان اسرائيل حققت مرادها في هذه الجزئية وان اي عمليات اليوم بالنسبة لاسرائيل قد حسمت فعليا عندما تفرض سيطرتها على محور فلاد الفيا وتؤكد انها لن تتخلى عنه وتؤكد انها ستبقى لها اليد العليا عسكريا وامنيا على هذه النقاط هذا يعني ان غزة ضمنيا خفض مستوى القتال فيها وبالتالي لم يعد اليوم بحاجة ان يكون هناك فكرة الحرب المفتوحة وهذا يعني بالنسبة للاسرائيل لانه تتغير الاولويات بالنسبة له اذا ما استطاع ان يثبت هذه النظرية وان يضع نفسه اليوم في نقطة السيطرة على الحدود تدمير الانفاق وبالتالي هو يعني ان العملية على المستوى المتوسط على الاقل تعني استنزاف حماس وتعني عدم وصول امدادات حماس وهذا يعني بالنسبة له ان الاولوية لم تعد لغزة واصبح بالنسبة له الانتقال الى فكرة الجبهات الاخرى وقد تكون اولويتها بالنسبة لبنان سأتحدث عن موضوع لبنان اسمح لي دكتور عامر لكن السؤال هنا شكرا السؤال هنا هل فعلا ما تقوله واتوضح بان اسرائيل ستستمر هذا ينسف اي مفاوضات حتى ولو كانت بضغط امريكي طب هو المفاوضات حتى بالضغط الامريكي عن ماذا اسفرت بعد كل هذه الشهور يجب ان ننظر اليها من هذه الزاوية ان الاسرائيلي برغم من كل الضغوط ومن التحذيرات وكل ما حذر منه الاسرائيلي سواء في الانتقال الى جنوب غزة وفي النخان يونس ومن ثم الى رفح كله قام به لكن قام به باسلوبه باسلوب تدريجي باسلوب الانتقال الى فكرة التمدد بمراحل ومن ثم السيطر على الحدود هو ما يريد الاسرائيلي في النهاية فرض سيطرته على الحدود لباعتبار ان هذا غزة يعني قطاع غزة قطاع مغلق وبالتالي استمرار وجود الامداد لحركة حماس يأتي من خارج غزة اذا هو ما الذي قام به قام حقيقة في فكرة السيطرة على الحدود وانهاء علاقة قطاع غزة مع الخارج وهذا ما يقوله الاسرائيلي اليوم انه انجزه وسيستمر بانجازه برغم من كل الضغوط لانه هذا مرتبط الان بفكرة الامن القومي الاسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط اي ضغوطات كانت تمارس عليه من قبل الولايات المتحدة وبالتالي هو يفرض سياسة امر واقع ويجهز ايضا لفكرة التفاوض وفقا لرؤية الولايات المتحدة لكن بعد تثبيت ما يرغب به امنيا وهو السيطرة على محور فلادلفيا كامل تقسيم قطاع غزة الى قطاعات وضمان وجود خطة عسكرية اسرائيلية امنية تفرض السيطرة لسنوات طويلة على قطاع غزة حتى لا يتكرر بالنسبة له 7 اكتوبر وبالتالي هو فعليا لم يرضخ لأي ضغوط قام بما يريد القيام به ما ناور سياسيا وحاول ان يظهر نوع من انواع المرونة امام الولايات المتحدة لكنه على الارض قام بكل ما يرغب به واهمها اليوم هو في فكرة سيطرته على محور فلادلفيا بالكامل وارسال رسالة للجميع بانه لن يتخلى عن هذا الموضوع في المرحلة القادمة لان هذا اليوم هو الجزء الاساسي بالنسبة لاستراتيجية الامن القومي الاسرائيلي والواضح ايضا دكتور عامر يعني تعقيبا على ما تفضلت به هو ان المسؤولة الاسرائيلية الذي تحدث لهيئة البث الاسرائيلية قال بان لن تدخل اي جهة الى قطاع غزة ما لم يتم القضاء على حماس بشكل كامل يعني هل هذا ممكن فعلا لا يقبل بحتى السلطة الفلسطينية او قوات اممية لا هو واضح انه لن يقبل وبالتالي هو اليوم ايضا يقول انه انا الموجود على الارض وانا الذي احدد وكل الحديث اليوم هو عن افتراضات وكلها طروحات غير واضحة يعني حتى في فكرة من يستلم هذه هذه المعابر حتى باجراءاتها الامنية من سيدير هذا القطاع هو الاسرائيلي لن يقبل ان يأتي احد اليوم الا بعد ان يتم هذه العملية وحتى ان قبل لاحقا سيكون له الاشراف وهذا تكرر وتحدث عنه نتنياهو في محطات متعددة سواء بوجود سطوة امنية او اشراف امني عسكري اسرائيلي في غزة او في فكرة عدم وجود لا حماس ولا فتح واعتبار انه يجب ان نتحدث عن ادارات مدنية وشركات امنية خاصة ليس لها ارتباط فعليا في المشهد السياسي في غزة وان تكون له هو اليوم فكرة الاشراف على كل هذا كيف يمكن لحماس او السلطة الفلسطينية التعامل مع هكذا امر اذا ما بيدهم ان يفعلوا اليوم اليوم هناك الحرب مستمرة الضغوطات كلها التي حاول الجميع ان يضاح على اسرائيل لم تنتد شيء لانه هو فعليا يقوم بكل الخطوات التي يرغب بها اذا اليوم نحن امام مشهد يمكن ان يكون جزء من انواع التسوية لاحقا في فكرة تنازلات اسرائيلية على شكل ادارة قطاع غزة لكن انا لا ارى الاسرائيلي يقبل التفاوض على الموضوع الامني والعسكري على المدى المنظور هو يعتبر ان ما يقوم به هو اساس هو يعيد رسم جغرافيا غزة هو يعيد رسم الخارطة الامنية لغزة هو يقطع اوصال غزة مستقبلا حتى يكون تدخل تدخل سريع وتدخل قادر على احتواء اي خطر قادم ويؤسس لفكرة انه هو المشرف على كل هذا هذا يعني انه اليوم بالنسبة له لا حماس ولا فتح ولا حتى الولايات المتحدة وكل المناورات التي يقوم بها هو سياسيا مع الولايات المتحدة تترجم على ارض الواقع بطريقة معاكسة وبالتالي هو اليوم غير اابه بشكل هذه الضغوطات ويؤسس لفكرة الحل العملي لموضوع غزة بامن يختزل الوجود اليوم لفي اي ادارة ان تكون ادارة مدنية مرتبطة باغاثة غزة وفكرة اعادة الاعمار ولكن لن يكون لها بعد سياسي بالنسبة له او اشراف امني باعتبار ان الاشراف الامني في المرحلة الاولى يجب ان يكون بشكل خالص لاسرائيل هل يمكن ان اتوقع ضغوطا اكبر واكثر حقيقة او حقيقيا صح التعبير من الولايات المتحدة دكتور عامر على اسرائيل طبعا يمكن لان الولايات المتحدة ايضا قلبت ساعة الرمل لهذه الادارة وهي اصبحت فيها لمن الحلع تريد ان تحقق اي انجاز سريع في فكرة احتواء الحرب في غزة وان تسوق نفسها في مرحلة اخرى انها ضمنت انهاء هذه الحرب وانتقلت الى فكرة التأسيس لسلام اقليمي وبرنامج لهذه المنطقة لكن على الارض الجميع يعلم ان هذه الادارة لم تعد قادرة على فرض اي شيء وبالتالي هي عبارة عن شراء وقت والجميع اليوم يتعامل مع على انها تخرج قريبا من البيت الابيض وبالتالي غير مستعد لتقديم تنازلات